من جانبه أعلن خلد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاستراتيجية القومية الجديدة لدعم المبتكرين بدأت منذ عام 2014 من أجل تعميق التحول إلى الاقتصاد المعرفي وفي كلمته خلال احتفالية عيد العلم أضاف وزير التعليم العالي أنه تمت زيادة أعداد الكليات في الجامعات الحكومية من 392 إلى 456 كلية بواقع 64 كلية جديدة وأشار إلى أنه يتم العمل الآن على إضافة أربع جامعة في المدن الجديدة حيث العمل على رفع جودة وإتاحة التعليم العالي حسب خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ويمكن أن نشير إلى ناو قد تم الآتي واحد زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية من 392 إلى 456 بواقع 64 كلية جديدة وإضافة جامعة جديدة باستثمارات قدرها حوالي 9 مليارات جنيه هذه الكليات الجديدة زيادة الرئيس تسهم في استيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب وفي الوقت نفسه يتم التركيز في تخصصتها الدراسية على المجالات التي تلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية كالزراعة والغزاء وعلوم المياه والطاقة والثروة السمكية ورياضة الأطفال